السلام عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة جلسة الأصدقاء والمهتمين للمزيد من المستجدات في المنطقة المغاربية كتخطط جبهة البوليساريو باش تسهدف تراب المغرب وراكتت وعدت بلاغتها لتجاوزة سبعمية منذ هروب صانديلستان من منطقة القرقرات كتهدد برفع سلاحها في وجه المملكة وكتقول بأنه ما كنتشي حوار كنغيس سلاح وهذا شي ظهر من أسابيع من خلال استهداف جبهة البوليساريو الإنفصالية الإرهابية لمدينة سمارة ولذاتها عودتاني سيمن لدز لا يقيم أوسرد دون تشجيل خسائر مادية أو بشرية والمغرب كالقرسو في موقف المدافع عن حوزة أراضيه مضطر أخاك لا بطل حيث أن المحللين كيشوفوا لأن أفراد شبهة البوليساريو كيستغلوا للمنطقة العازلة أو الآمنة أو منطقة الفصل بمفهوم بعض عمليات الأمم المتحدة كيستخدمها في نشاطها العسكري وتهديد أمن المملكة وندكروا بأن هناك منطقة عازلة هذه أرض مغربية لأنه المغرب من الدار الجدار الأمني ما داروش مباشرة أحد الحدود المغربية الجزائرية والمغربية الموريطانية ولكن خلوا واحد المسافة باش يتفادل احتكاك أو استفزازت من أي جانب ولكن مع الأسف هذه المنطقة كتستعملها البوليساريو والمغرب المخلها خاوية خلها تحت إشراف الأمم المتحدة باتفاق مع الأمم المتحدة ولكن مع الأسف أن المتحدة البوليساريو كيتحركوا وكيعتبروا هذه المنطقة بأنها أرض محررة ودائما كيقولوا بأنه الصحراء مستعمرة 80% مستعمرة من طرف المغرب أو محتلة من طرف المغرب وهما حروا 20% بمعنى أن هذه الأرض كيستغلوها أولا للدعاية مش كيبينوا بأنها وراها عندنا الأرض وعندنا دولة وثانيا كتكون منطلق ديال عمليات عسكرية عدائية ضد أمن وستقرار المغرب ومنذ 1991 تراجعت كما شرحنا القوات المغربية خلف الجزار الأمني لتمكيل الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار لأن في 1991 المغرب التزم مع الأمم المتحدة بش وقف إطلاق النار وكذلك درتها البوليساريو بمعنى أن البوليساريو تعهدت مع الأمم المتحدة والمغرب تعهد مع الأمم المتحدة وتفهموا على أنه هذه المنطقة باش تكلف بها الأمم المتحدة من إجل المراقبة وقف إطلاق النار وقاموا وجعلوا هذه المساحة المتدة شرق الجزار الأنريد تحت المسؤولية الحسرية قوات الأمن كما قلنا وبما أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة العازلة بالسحراء المغربية التي تبضح حوالي 53200 كم اليوم ما بقشتك السبب لأنه بسبب الأعمال الإرهابية التي تقوم بهاجبات البوليساريو بين الفينة والأخرى مرام خلال توغل عناصرها داخل المنطقة العازلة المنزل على السلاح ومرة أخرى باستغلال الأرض الجزائرية أو الموريطانية بشيشنه هجمات على بعض المناطق الملكة إذن الواقع يطرح السؤال حول سبب التزام المغرب بالمنطقة العازلة وما تدخلسوا قوات دياله بتتضمها وإلغاءها إنهائيا بعد الأحداث العدائية المتقررة من ميليشيات تندوف التي خرقت اتفاق إطلاق النار إذن المغرب بحسنية خلال داخل المنطقة عازلة وطبعا هذا مصلحة قادية للأطراف يعني ديال المغرب وديال الجزائر وديال الموريطانية ولكن ما دم أن هذه المنطقة تستغل بشكل باشئ وتستغل لضرب أمن واستقرار المغرب وهم قال لا لزم ده بصافي أصل الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها في هذا الشيء هذا بإخلاء ذلك المنطقة من أي تحرك وبأي بناء أو أي قامة أي حاجة وإلا المغرب خاص يدخل وهناك يجي الحديث على ضرورة توظيف المغرب للسلاح الفتاك دياله الدرون أو الطائرة المصيارة على المستوى العملياتي والتكتيكي لأنه اليوم ولا ضروري تعزيز الترسانة الحربية باش يواجه كافة تهديدات المحيطة من الخيطة بالعدائي للجزائر والكولساريو وفي ديل التقلبات لكاتحديث في غرب إفريقيا وفي ديل التقلبات لكاتحديث في غرب إفريقيا والمغرب يجب أن يستعمل السلاح الفتاك درون لأنه فعال على أنه يراقب لأنه يوقع في المنطقة والذي يتحرك يقليه من بعد بمعنى أنه سيتهن منه وتعطيه درس لأنه لا يدعو مجاني الشيك على أنه يفقدوا وفي ديل التقلبات لكاتحديث في غرب إفريقيا لكثير من الأمور وأن الأطرح هذه لهم كنتموت لهم في ديهم وكيشوفوا المخصصين على الاعتماد المغربي على الطائرات بدون طيار وأنه لا ضرورة لأنه عرف خلال السنوات الأخيرة تطور كبير في الخصوصيات التقنية والفنية وكذا على مستوى القدرات العملياتية الشيك يجعلها تستحود على اهتمام كبير مطارف القوات المسلحة لدولة عديدة مبينها المملكة المغربية وده مبدأ قاعدة قاعدة درون إنه مهم بزاق وكيشي اهتمام المغرب برفع قدراته تسليحية في الإطار العادي لكي تنتهجه جميع الدول مع التأكيد على أن أنصر القوة هو شرط مهم لفرض الوجود على الميدان في إطار قيم مغربية بما يقتضيه ظروف توفير الأمن الداخلي وحماية الحدود بشكل احترافي وكما كان قل دائما كان خطاني متوازيان لا يلتقيان وغير قابل للمقارنة كان فريق يقطع الطرق لكي تسليح للتهديد والاعتذاء والهجوم وفريق النوبالة كانت تسليح مضطر للدفاع والتحصن وحماية السيادة وسلامة الوطن والمواطنين إضافة إلى هذا أن المغرب كما قلت محاطة بتهديدات أخرى كانت تمثل في جريمة العابرة للحدود وكذلك عوامل خطر مشكلة في المنطقة وبالتالي أن المغرب يركز ويعزز هذه القوة سلاح الدرون وستعمله بشكل دقيق وبدون رحمة على أس أنه يحمل المسؤولية كما قلنا للأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها سوف نرى وسوف نرسل وسوف نرسل والأجلس الأمن يجتمع سوف يدخلنا في دائرة وهم هؤلاء الحرام يتحرقوا إذن تحمل مسؤوليتها لك قد تحمي المنطقة العازية لأهلاً وسهلاً ما قد سلمها ترجحها للمغرب ومغرب تلك الساعة يتحمل مسؤوليته وسوف يرى الجدار الأمني ويرى الطرق المراقبة لكي يدخل للمقلة وهذا الشي هذا راح حق مشروع للمغرب لأنه الآن راح يعيشوا في جزائر في حالة الرقصة ديال ديك المدبوح لأنه شي كنقولوه كنعودو له كنأكدوه لأن كل معطيات وكتشوفوا اليوم كيف شهرت تحركات كان في المنطقة زيارة نائب ووزير الخارجي الأمريكي الجزائي والمغرية والوزير الخارجي الإسباني في المغرية ولقاءه مع ديمستورا وزيارة الموريطانيا والتحرك ديال الولايات المتحدة لأنه بغين يحبسوا هذه القضية ديال الصحراء ومشكلة ديال الصحراء ودروري أنه لابد من إيجاد حل وكتشوفوا أنه ما كتتجهوا للجزائي المباشرة لأنه هي صاحبة المشكلة وبدأك شي كنأكدوه لأنه رمغي ديو غيلبرد موسيقى